بدوره قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني ان فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في ارساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة مع دول الجوار اضافة الى الدول الصديقة لافتا الى ان حكومته تتبنى نهجا منفتحا يهدف لبناء شراكات اقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة نجتمع اليوم في عمان والامل يحدونا بالمضي نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق وارساء قواعد الاستقرار والرخاء والتنمية في المنطقة ويفتح المجال واسعا امام سبيل الحوار والنقاش لتبادل الاراء وتعميق المفاهيم اذ ان فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في ارساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والاقليمي اضافة الى الدول الصديقة تتبنى حكومتنا نهجا منفتحا يهدف لبناء شراكات اقليمية ودولية مبنية على المصالح المشترك بما في ذلك انشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الاقليمي ترجمة نانسي قنقر